إذن مستمرون معكم مشاهدين وبرنامج العالم هذا الصباح دولة الكويت بلد الخير والعطاء تشارك الهموم وتمسح الدم عن المكتون طبعا احتفالاتها بإعيادها الوطنية سافقت الجمعيات الخيرية الكويتية لمشاركة أفرعها مع المحتاجين حول العالم انطلقت قوافل الخير إلى الغوطة الشرقية مساهمة عاجلة بعد قرار مجلس الأمن 2401 بشأن الهدنة الإنسانية هناك لم تنسى طبعا أكيد أشقائها في قطاع غازة المحتلة وما يعانونا من قوات المحتلة لنتابع هذا التقرير من أرض الكويت الطاهرة انبثق أمل جديد بمبادئ راسخة وحس إنسانية سخية اكتسبت من خلالها دولة الكويت قيادة وشعبا سمعة خالدة لأجيال متعاقبة من العمل الإنساني المتفاني ففي عيدها الوطني ارتفعت الأهزيج الوطنية وملكة الخير الإنساني والأخلاقية في قلوب الكويتيين فآثروا أن يشارك العالم فرحتهم قوة سياسة الكويتية الخارجية الناعمة وعبر مفاوضات ماراثونية نجحت بتبني مجلس الأمن مشروعها بقرار إعلان هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية بسوريا الذي قدمته بالاشتراك مع السويد فسابقت الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العامة بإطلاق حملات تبرعات لمنكوب تلك المنطقة بعد أن عانوا أسبوعا من القصف الدموي الذي أوقع مئات القتلى والجرحى جمعية الرحمة العالمية الكويتية أحد رواد العمل الخيرية في البلاد لبت النداء بحملات إغاثية ومساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي الغوطة الشرقية الذين يعيشون أياما عصيبة ولسان حالهم يقول أغيثونا وحافظوا على الإنسانية وأبت الجمعية دون أن تشارك فرحتها بعياد بلد الخير الوطنية مع أهالي قطاع غزة المحاصر لتواصل مسيراتها الإنسانية في رسم البسمة وتقديم المساعدة التضامنية من خلال تنظيم فعليات تجسد الترابط الكويتية الفلسطينية بالرغم من أن دولة الكويت صغيرة في مساحتها الجغرافية إلا أن لأبنائها قلبا كبيرا يفيض حبا للخير